زي مفضل قلتنا من شوية ما تعديش المواقف اللي فيها خطأ هل فعلا نقف على الوحدة؟ يعني ما عدلوش حاجة خالص ما عديش الابناء حاجة خالص؟ ولا إزاي يكون النصح؟ يعني عايز أدخل من هنا برضو لفكرة العقاب ولو إني بستفقل هذه الكلمة خلالنا نقول التقويم إزاي يقوم سلوك ابني لو أخطأ؟ من أمن العقاب أساء الأدب من أمن العقاب أساء الأدب بمعنى الله سبحانه وتعالى جعلنا في الدنيا وفي الآخرة جعل في الآخرة مبدأ الثواب والعقاب وكذلك في الدنيا حتى تنضبط الدنيا جعل فيها مبدأ الثواب والعقاب طيب فيما يخص الطفل لكن أنت يعني عقلت بالأمر طب لكن الطفل له أيضا مبدأ الثواب والعقاب ولكن ما يناسب حاله ويناسب سنه نحن في سن التقويم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع هو لو ترك الصلاة وأهمل فيها هل أنزل عليه عقاب لا قبل سن التكليف لا أنا ما زلت في سن النصح والإرشاد والتقويم حتى يؤدي الصلاة وبيؤديها قد يكون غير مكتمل الوضوء قد يكون عنده بعض الأمور التي تشغله أو يعبس لكنه ما زال في سن التقليد بيقلد الأب والأم في صليه حتى أن بعض الأطفال ما مطم عندها مشاكل في رجلية فبتصلوا يعدا فبتلاقي الولد بيصلي صحيح مثل أمه صحيح فهنا الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع كويس وضربوهم عليها لعشر هنا مبدأ العقاب لكن ضرب إيه أيوة ده ضرب تنبيه وليس ضرب زجر لأن ضرب الزجر يا فدم لابد أن يكون اللي أمامك مكلف أيوة بلغ تبدو نقطة في غاية الأهمية